اتسعت اليوم الجمعة اتسعت نطاق العصيان في الجيش الاسرائيلي هذه اول مرة في جيش الاحتلال هذا في جيش القيان هذا يحدث له ما يحدث اكثر من الف ومائة عنصر من عناصر الجو الاسرائيلي منهم حوالي خمسمائة طيار من طياري الاحتياط والبقية عناصر متعددة دخل الجو لميكانيسيا اللي حركوا بيعطوا اوامل طيران تنطلق الى اخر يعني كل من يشتغل في القطاع الجو اكثر من الف ومائة هذا عدد معتبر جدا خمسمائة طيار عسكري معتبر جدا هؤلاء كلهم نددوا وقالوا من انهم لن سيمتنعون عن التطوع بسبب مضي الحكومة في خطة التغييرات القضائية وبدأ ايضا هذا الموضوع مش فقط لمس جهاز طيران وانما مس ايضا اجهزة اخرى بما فيها الاجهزة الحساسة بعض الاجهزة الاستخباراتية بدأت فيها بعض العناصر تتمرد وتقول انها لن تخدم فيها بعض الاجهزة التكنولوجية تعالى اختراق الى اخره قوات برية كلها بدأ فيها كثير من التذمر الى درجة واش يقوله السياسيين السياسيين صهاينة وزير الخارجية قال ان التهديد بوقف الخدمة العسكرية للضغط على الحكومة يضر بالديمقراطية والامن ولكن رئيس الوزراء قال من انه مخاطر دعوات لرفض الخدمة العسكرية على خلفية الاحتجاجات انها خطيرة جدا حذرة من ذلك واضاف من ان معسكره مصمما على سن التشريع احداث هذه التغييرات بمعنى ان المحكمة العليا لن تكون قادرة على تعطيل اعمال الحكومة لكن زعيم المعارضة هناك ويسمى ايير لبيد احد المجرمين ايضا على كل حال اتهم بن يامنته انه يقود الدولة اسمه امليح لهذه العبارة يقود الدولة والجيش نحو التفكك وان ما وصفها بحكومته المتطرفة هي المسؤولة عن الشرخ المجتمعي والمساس بامن اسرائيل كما ان ثاني اهم شخصية في المعارضة وهو وزير ارتفاع السابق ويسمى بني جانيتس قال بان بن يامين نتانياهو ومن معه يقودون البلاد الى حرب اهلية كلمات خطيرة جدا هذه تفكيك واحد يقول ان انتجه الى تفكيك الجيش والدولة الاخر يقول ان انتجه الى حرب اهلية ومظاهرات ومظاهرات شديدة لكن قرأت في الصحافة الاسرائيلية فوجدت كلام كثير كله يذهب في هذا الاتجاه واغلب الصحافة الاسرائيلية مندد بما تقوم بحكومة نتانياهو ومعترض عليها اخترت لكم هذا المقطع من احد المقالات في هذه الصحافة وهو من يدعوت احرانات يدعوت احرانات هي هذه ربما هي الاولى او الثاني صحيفة من حيث الاهمية في الكالي اسرائيلي في المقطع انت المقال يقول صاحبه كل من يتحرر من كليشيهات يرى الصورة الخطيرة حتى ولو ضغطت كل الاطراف على كوابل الطوارئ فلن يعود جيش الدفاع الاسرائيلي ليكون مثل ما كان لن يعود جيش الدفاع الاسرائيلي ليكون مثل ما كان يمكن الجدال فيما اذا كانت هذه هي النهاية الطبيعية لمسيرة طويلة المدى او انعطاف حادة عقب ظروف شادة بات هذا موضوع موضوعا للمؤرخين النتيجة متشابهة الازمة السياسية والاجتماعية قلبت الجيش كما عرفناه رأسا على عقب بمعنى ساحة يلتقي فيها كل المجتمع الاسرائيلي ليقيم ام من بعثت من الرماد الى جهاز متنازع ومرهق وببساطة حزين قالوا بان الجيش وهو صحيح عصابات العسكرية الارهابية شتيرن والهاجانا وغيرها هي التي فيما بعد اسست الجيش ما يسمى بجيش الاسرائيلي واسست اسرائيل فالكاين الاسرائيلي هذا هو هيبة هذه المؤسسات الارهابية الهيبة الاولى كانت هيبة بريطانية من عند اللورد ايه اللي سموه هذا اللي اعطالهم في 1917 ثم جاءت هذه المجموعات اللي كانت بريطانية تعتبرها مجموعات ارهابية بالمناسبة واللي قتلت مسؤولين بريطانيين كثيرين جاءت وانشأت ما يسمى بالجيش الاسرائيلي واللي انشأ او تكون معاها ما يسمى بالدولة الكاين قال الكاتب المقالي يقول بان هذا الجيش كان ينصهر فيه كل شيء كان هو الذي منه انبعثت امة ومجتمع من تحت الرماد طبعا لان اليهود منذ الفين سنة كانوا قد اخرجوا من فلسطين الاراضي المقدسة او من الساء منها وعادوا لها بعد حوالي الفين سنة ف الصحافة الاسرائيلية وكبير من كثير من المحللين يعتبرون انهم يعيشون لحظة فارقة وان الجيش لن يعود ولن يكون كما كان لان فيه خلل وفيه تنازع وان ربما هذا هي النهاية ايضا خلننزل اسمع واشي يقول اذا هذا الجيش يقول لك ينتهي الى انه جهاز متنازع ومرهق وببساطة حزين ما تم لا يمكن اعادته بل يجب التفكير جيدا كيف يمكن اعادة تصميم الجيش استعداد التحديات التي تنتظرنا الجمهور كثير بان يفكر بالخطأ بان الفيروس الذي صفي وحدة الصفة العسكرية الاسرائيلية لا يهاجم بقوة الا سلاح الجو عين ان الوضع صعب ايضا في شعبة الاستخبارات والوحدات الميدانية وليس المقصود العرفاء في قولاني او في المظليين بل بالتأكيد ضباط ورجال خدمة دائمة في هذه الاولوية وغيرها الخطاب السياسي في شكله اكثر تسمما تفشى في كل مكان الشريط الذي نشير امس والذي لاق شجبا شديدا من وزير الدفاع والناطق العسكري كان نقد شره وزيران واحد منهما شطبه كان تشر عندهم واحد الفيديو يظهرون فيه الخصومات والصراع واحد من الوزراء وضعوه بان الى درجة انه نتيجة هذه الخلافات يقوم سلاح الجو بقصف سلاح الارض قوات البرية لان المسؤول في سلاح الجو يسأل اللي على الارض يقول ما رأيك في التعديلات القضائية لحكومة نتنياهو فهذاك ما يردش عليه بمعنى نموافق عليها فيقوم بقصفه طبعا هذه كانت صورة فيها كثير من المبالغة لكن ارادوا يقولوا من خلالها اننا في ايضا الصحافة الاسرائيلية كيف تصورت ان يكون موقف ايران وصحفتها بعد ان تبدأ الحرب الاهلية في اسرائيل يعني الان يتوقعون فعلا حرب الاهلية طبعا نهاية الظلم هو الظلمات وقد يقول قائل هذا اكيد لن يحدث هناك ولن تحدث حرب الاهلية ما هذا ليس اكيد الصراعات في الكاية الاسرائيلي وصلت الى حد انقسام وجودي وهناك الصهونية العلمانية والصهونية الدينية الذين وصلوا الى انقسام شديد وفضيع حقيقة واعتقد ان هذا انقسام سيطول حتى لو وقفت هذه او توقفت هذه الاصلاحات ترجمة نانسي قنقر